مبارح معالي النائب العام مشار محمد شوقي كان عمل زيارة كلمنا عليها مبارح لمركز للصاح والتأهيل في بدر نطمئن على أحوال النزلاء بيتابعهم والنائب العام بعد الزيارة قدام حضراتكم الزيارة والجولة فقد شاف الأوضاع المعيشة بتاعتهم الأكل بتاعهم العنابر بتاعتهم المركز الطبي رعاية صحية بتقدم لهم إزاي الخدمات اللي بتقدم لهم جراحات علاج أي احتياجات للنزلاء كان شاف كمان الشروط الاشتراطات الصحية الخاصة بوجباتها الغذائية وحضراتكم عارفين أنه فيه ناس بيبقى عندهم ظروف صحية فالدكاترة بيبقوا محددين نوعية أكل معين يعني ياكل حاجة معينة بتتعمل كل واحد بيبقى له نوعية أكل بتتعمل يعني مش كله بيأكل زي بعضه لأ انت هنا كمان بتراعي الظروف الصحية ليه كل نزيل بيتكشف عليه عنده أمراض إيه سليم عنده مشكلة عنده سكر عنده مثلا ضغط عنده لقدر الله مصاب بإصابات مزمنة أو حاجات مزمنة وغيره كل ده بيكون ليه وضع مراعاة صحية في نوعية الأكل يعني مش كل واحد يلا النهاردة كلكم هتأكلوا مثلا فراخ مثلا فيش حاجة أسماء أيوة بس النوعية إيه في حد يأكل مثلا حاجة مسلوقة تتقدم له حاجة مثلا بيبقاش بيتزود له يعني بيبقى دكاترة كمان بيحددوا للنزيل المريض نوعية الأكل هيكلها يوميا هيفطر إيه وهيتغد إيه ويتعش إيه تاني والعلاج بتاعه ياخده في توقيتات المحددة كل حاجة موجودة هنا متوفرة هنا فمعالي النائب العام مشار محمد شوقي تابع كل ده وكمان أشاد معالي النائب العام بعد الزيارة بالإجراءات اللي بيقوم بيها الإدارة المعنية عن المركز الصلاح والتأهيل في بدر أشاد بعملات التشغيل اللي بتتم والاستفادة بالنزلاء عملات التشغيل اللي بتتم لهم طبعا لأنه أنت موجود هنا فأنت واحد حد عنده مثلا يعني مهنة من المهن تستفيد بيقدم مثلا حد مدرسين مثلا أو معلمين أو غير يشرح بحو أمية للنزلاء اللي موجودين حد مثلا بيزرع فبياخده في الأرض الزراعية هناك يزرعه حد تاني بيشتغل مثلا في التشغيل بيصمم تصميم حاجة معينة حد كمان بيعمل عنده في الناس بتوع اللي هو الصالونات والتشغيل والأساس المنزلي مثلا يعملوا الكلام ده حد مثلا مهن مختلفة السجون دي بتلم يعني فأي مهن بتبقى موجودة تستفيد بيه بدل ما هو قاعد طوله نار وهو كمان يستفيد يعني كمان بياخد عائد على هذا الأمر وبالتالي زي بقول لكم بتبقى يعني معالي نائب العام أشاد كمان بالاستفادة من النزلاء الموجودين خاصة للقائمين على فصول محو الأمية وتعفوز القرآن الكريم والمكتبات كمان أشاد معالي نائب العام أيضا بالرعاية الصحية اللي بتقدم لها النزلاء وخاصة الأطفال أطفال النازلات اللي موجودين معهم في المركز الإصلاح والتأهيل واللي بيكونوا موجودين حتى عمر أربع سنوات تأكيد طبعا نيابة العامة تواصل يعني زيارتها لتفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل مراكز الإصلاح